اشتركوا في القناة للحرص المشترك لفتح افاق جديدة للتعاون وسعي المتواصل لانجاز خطوات متقدمة وملموسة لتطوير العلاقات الثنائية واثنى معالي الوزير على ما تقوم به الجالية البنجلاديشية من دور مهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين مؤكدا على ما تحظى به هذه الجالية من اهتمام ورعاية وما تمثله من عامل الرئيسي لتنمية العلاقات بين البلدين من جانبه اكد معالي سيد ابو الحسن محمود علي حرص بلاده على تقوية علاقاتها مع مملكة البحرين معربا عن ثقته في ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر في كافة المجالات في ظل المقاومات الكبيرة والفرص المتاحة امام تطوير العلاقات الثنائية المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية هذا وقد قام كل من معالي شيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة ومعالي سيد ابو الحسن محمود علي بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية مملكة البحرين ووزارة خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية